لا تزال قضية شحنات الأربعمائة المحملة بالنفط العراقي عبر إيران تتصدر المشهد السياسي والشعبي من هذا الجانب نتحدث عن لربما حجم الخسائر الفادحة التي يتكبدها العراق جراء عمليات تهريب النفط عبر إيران شكرا جزيلا بالتأكيد نتحدث عن رقم ليس بالرقم القليل نتحدث عن على الأقل 200 ألف برميل هو عملية تهريب ونهب للنفط العراقي وبيعه بثمن بخس خارج عن صيضارة الحكومة هذا الموضوع تحدثنا عنه منذ سنوات ومن سنوات طويلة منافذ التهريب لا تزال متعددة حتى المنافذ الحدودية التجارية هي الحكومة نفسها تتحدث عن وجود أكثر من 20 منفذ غير رسمي هذا سواء كان في إقليم كردستان أو في المنافذ الأخرى وبالتالي نتحدث عن هذا الكم الكبير يعني التقديرات أنه أكثر من ألف إلى ألف وخمسمائة شاحنة هي تنقل النفط بشكل يومي ومستمر إلى إيران ومن إيران يتجه إلى باكستان وإلى أفغانستان وقسم منه إلى تركيا ويعاد شاحنة الأمر نبهت عليه منظمة أوبك مرارا وتكرارا لكن المشكلة أن العراق لم يصل إلى سقف الإنتاج المطلوب يعني نحن نتحدث عن سقف إنتاج مطلوب لحد هذه اللحظة لم يصل إلى هذا السقف حتى ممكن أن أوبك تتخذ إجراءات عقابية بحق الدول المخالفة نعم لكن دكتور عبد الرحمن موقف العراق اليوم دوليا من هذه الحادثة خاصة وأن إيران تواجه عقوبات أمريكية ودولية هنا يظهر العراق إلى حد ما بموقف الملتف على هذه العقوبات ما مدى إمكانيات أن يصطدم العراق بالمجتمع الدولي وكما ذكرنا العقوبات الأمريكية والدولية خاصة وأن العراق لم يخرج إلا منذ فترة ليست ببعيدة من بنود الفصل السابع ولزال خاضع للرقابة الدولية والأممية إيران العقوبات المفروضة عليها عقوبات أمريكية وليس دولية لأنه كان يفترض أن تصدر من مجلس الأمن الدولي لم يصدر بحق إيران أي عقوبات من مجلس الأمن الدولي ولذلك هي بقة عقوبات أمريكية والالتفاف موجود والحضر التعامل جزء من مشكلتنا الكبيرة فيما يتعلق بالتحويلات المالية هي عملية تحويل الأموال أو تهريب الأموال أو نسميها ما شئت إلى إيران والتي هي مستمرة بشكل يومي وأشاروا ليس فقط الأمريكان ولو حتى الخبراء أشاروا إلى أن عملية تبادل التجاري مع إيران وعملية شراء المنتجات الإيرانية يتم بشكل يومي وآخر تقرير صدر عن غرفة التجارة والصناعة الإيرانية أنهم صدروا للعراق منتجات بحدود ثلاثة مليارات دولار خلال ثلاثة أشهر من واحد وعشرين ثلاثة إلى عشرين ستة من هذا العام صدروا بحدود ثلاثة مليار من أين يتم تمويل هذه التجارة خاصة من التجارة القطاع الخاص هي من السوق الموازي وبالتالي هو التفاف على العقوبات التي فرضها البنك الاحتياط الفدرالي على المصارف العراقية والتي نعاني منها واحدة من المشاكل في سعر الصرف هي مسألة التفاف على هذه العقوبات فهذا الأمر مستمر هل سنكون تحت طائلة القانون؟ أنا أعتقد أن هذا الأمر لا يزال بعيد يعني ربما إذا جاء ترامب ربما تكون هناك عقوبات جديدة أو توجهات جديدة ربما ربما